وها هي الآن صورة من أخطر صور الغزو الثقافي المعاصر على الإطلاق بل إنها البوابة الحقيقية التي عبر منها الاستعمار إلى بلاد العالم الإسلامي على التقريب إنها صورة الاستشرق الذي يمثل الجزور الحقيقية التي كانت ولا تزال تقدم المدد للتنصير والاستعمار وتغزي عملية الصراع الفكري في البلاد المستعمرة وتشكل المناخ الملائمة من أجل فرض السيطرة الاستعمارية على الشرق الإسلامي وإخضاع شعوبه ودراستنا لهذا الموضوع تحمل إلينا عدة نمازج لا بد من الوقوف عليها هذه النمازج أو العناصر تتمثل في تعريف الاستشراق أولا وثانيا الوقوف على مسميات الاستشراق ثالثا الوقوف على تاريخ الاستشراق رابعا أهداف الاستشراق ودوافعه خامسا مجالات أنشطة المستشرقين سادسا منهج المستشرقين سابعا الوقوف على وسائل المستشرقين ثامنا بيان آثار الاستشراق ونتائجه في العالم الإسلامي وأخيرا الوقوف على الكيفية التي يتسنى للمسلمين بها مواجهة الاستشراق أما تعريف الاستشراق فإن كلمة مستشرق تعني طلب علوم الشرق وفي الاصطلاح نقف على حقيقة هامة تبرزها الدراسات وهي أن الاستشراق حركة لدراسة العلوم والآداب والحضارة والثقافة الإسلامية لماذا؟ بهدف معرفة عقلية المسلمين وأفكارهم وأسباب تفوقهم وقوتهم لضرب هذه القوة من جهة والاستفادة من علوم المسلمين من جهة ثانية والتمهيد للاستعمار النصراني لدول العالم الإسلامي من جهة ثالثة وهكذا نرى أن التعريف يقف بنا على حقيقة الاستشراق الاستشراق له مسميات عديدة لماذا؟ التغيير الحقيقي الجزري يهدف إلى أن أصحاب النوايا السيئة دائما يطلقون الكلمات الجميلة والعبارات البراقة على معاني لكنها لا تغير من حقيقتها شيئا كذلك الاستشراق سعى أصحابه إلى تغيير مسمياته فتارة يسمونه بالدراسات الإقليمية وتارة يسمونه بالدراسات الشرق الأوسط ومعلوم أن التغيير لا يغير من حقيقة الاستشراق شيئا مع بقاء الأهداف والوسائل